محاضرات الفيزياء الطبية التي تم شرحها على هذه القناة هي ليست فقط موجهة لطلاب طب الكوفة مرحلة أولى ولكن هي موجهة لكثير من الكليات، ليس فقط حتى كليات الطب التي تأتيت نفس نظام الكوفة، لا وإنما هي مجرد أرض لمفاهيم معينة، شرح لمفاهيم معينة، ممكن أن تدرس كلية علم وتستفاد من الشرح مع الفيزياء الطبية الموجود بكلية الطب فهي بالنهاية هي نفس المفاهيم يعني هو بالعادة العلم يعني هو واحد وكي ما يتغير المفاهيم تبقى نفسها، فسواء أنت حضرتها بكلية الطب أو حضرتها بغير كلية فيبقى هو المفهوم واحد بمعنى أنه أنت تقدر تستفاد من هذه المحاضرات طالما أنت قاعد تدرس طالما أنت تبحث عن الميديكال فيزيكس فرح تستفاد من هذه المحاضرات حتى وأن كنت بكلية الطب مساء أنك شباب وبناتك واللقاعة تابعوني، هذا الفيديو سيكون موجه لطلاب المرحلة الأولى الطلاب الجزء الذين يأتي بهذا الفيديو سأفعل شيء أشبه بالإيلوز ماذا يعني إيلوز؟ الإيلوز هو أساساً ما؟ طبعاً هي مختصر لـ Intended Learning Objectives ماذا هي Intended Learning Objectives؟ بكل محاضرة إن شاء الله في المستقبل ستدرسوها خصوصاً بالسمستر الثاني ستتواجهون هذه Intended Learning Objectives ببساطة هي ماذا ستدرسون بهذه المحاضرة؟ أو الأهداف الأهداف اللي لازم تحققوها بنهاية محاضرة معينة أوكي؟ فمثلاً بالمحاضرة الأولى من الميديكال فيزيكس أكو إيلو معينة، أنتوا لازم تبرون بها ولازم تحققوها بهذه المحاضرة، هذه فكرة الإيلوز أوكي؟ فهذا الفيديو أنا من نسبة لي رح يكون أشبه بالإيلوز طيب، شنو يعني ليش هذا الفيديو؟ ليش نسوي هذا الفيديو؟ طبعاً أنا محاضرات الميديكال فيزيكس سجلت إيمكن قبل تسع تشهور أو عشر تشهور صراحة ما ذكر بالضبط ولكن قبل فترة طويلة تم تسجيل محاضرات الميديكال فيزيكس كان طريقتي بالبداية بداية يعني ما كنت كل شيء عارف يعني أكيد بداية كانت بالمحاضرات، مجرد أن أفتح المحاضرة وأقعد أصور، ما كان عندي التوجه التنظيم وكذا فهذا الفيديو حبيت من خلاله أنه أنظم أنه أعرف الطلاب اللي رح يحضرون محاضرة الميديكال فيزيكس بالضبط شن اللي رح يدرسو بالدورة اللي أنا سوادها عن الميديكال فيزيكس فعملياً إحنا رح يكون عندنا أول محاضرة هي أو فيزيكس أو فيزياء الجهاز التنفسي بهذه المحاضرة رح نتعرف شن المبادئ الفيزيائية اللي تتحكم بالجهاز التنفسي بحيث تسهل عملية التنفس بهذا المعنى، ولأخير أحيان سنتعرف أو معuffed المحاضرة ولكن عنوان المحاضرة الأساسي أنه يزياء الجهاز التنفسي المحاضرة الثانية طبعاً كل محاضرة رح تكون بسبوع واحد يعني أنا هذا الفيديو قاعد أصورا يوم الثبط باطل يوم الأحد يوم الأحد و هو حدروسaries ميديكال فيزيكس هذا اللي كان konk点طب تنظيم العام اوكي يوم الأحد رح دروسوني ميديكال فيزيكس وكل أسبوع تكون محاضرة واحدة عن الميديكال فيسكس ولكن هذه المحاضرة بيها تفاصيل إلى حد ما كثيرة يعني هي مو محاضرة مثل ما أنتم تقابدين بالمدرسة لا محاضرة يعني أشر صفحات كل صفحة بيها كم إلى حد ما كبير من المعلومات أساسا حتى المعلومات مختصرة فليخليها بمواضيع كثيرة فبهذا المعنى فلهذا السبب أنه أنتم راح تشوفون أنه أكو كمية كبيرة من الدراسة إلى حد ما أوكي؟ كمحاضرة واحدة تعتبر كمية كبيرة من الدراسة فأعتكم الفيزياء الجهاز التنفسي بعدها أعتكم فيزياء الأشعة الصينية physics of x-ray الأشعة الصينية سنندرس بها شون تشتغل الأشعة الصينية كفيزيكس شون تشتغل الأشعة الصينية وبعدها سنندرس تأثيرها على الجسم وشون نستفاد منها والإماجينج وإلى آخره يعني التصوير بالأشعة وإلى آخرها من هذه الأمور ستتعرفون عليها بالمحاضرة أعتكم طبعا بعد physics of sound سنندرس بها فيزياء الصوت ولكن بطريقة أنه بنسمها medical physics medical physics فيزياء طبية فننترس الأشياء المتعلقة بالجسم البشر وبالنهاية المتعلقة بالطب فقط ما رح نتوسع بالأشياء اللي ما لها علاقة بالطب بهذا المعنى أو رح يكون التوسع بالأشياء اللي ما لها علاقة بالطب قليل بهذا المعنى يعني ما رح نتوسع رح نأخذ أفكار فقط المحاضرة الرابعة رح تكون على nuclear medicine and radiotherapy شنو لنيوكلير ميديسن ريديو ثرابي يعني الطب النووي استخدام مواد مشقة في الطب أوكي في الطب في العلاجات الطبية في التصوير إلى آخر ريديو ثرابي هو العلاج بالأشعار نأخذ علىها محاضرة هذه المحاضرة تعتبر الصراحة بسيطة ليست محاضرة معقدة بسيطة خفيفة ضريفة المحاضرة الخامسة ستكون عن radiation protection شن نحمي المريض شن نحمي الطبيب شن نحمي الويركرز الموجودين بمراكز مراكز الإشعاء وإلى آخره شن نحميهم من من خطورة الإشعاء فاسمها radiation protection يعني الحماية من الإشعاء المحاضرة السادسة ستكون عن forces on on in the body يعني شن القوة اللي يتأثر على الجسم وشن القوة الموجودة بالجسم هذه إلى حد ما أحسها صراحة في سياء بحتة ما أحسها أبدا من تلك الفيزيكس ولكن هذه المحاضرة إلى أهنيتها لأنه هناك تجربة عليها ستدرسون تجربة عليها هذا كان كل شيء ستدرسون بشكل مختصر طبعا ليس كل شيء لأنه هناك بعض محاضرة المشارحة اللي هي vision والeye والlight لأنني كل هن صراحة ما شرحت هن ليش ما شرحت هن صراحة لم أحبيت هن بها البساطة وننس وقت أنه ما لاحقت هذا يمكن بسبب رئيسي ما لاحقت طيب الآن بآخر شيء أريد أقول له بهذا الفيديو أنه الفيزياء الطبية أهم مادة في السمسطر الأول فيحتاج من أعذكم اهتماء بنفس الوقت أنه لازم تركزون بشون الدرسون هاي المادة ليش لأن طريقة دراسة هاي المادة قريبة جدا من طريقة دراسة المواد بالسمسطر الثاني يعني أنتوا ساعدكم بالفيزياء الطبيعي بالسمسطر الأول رح تأخذون محاضرة ببداية اليوم ورح تأخذون بعدها أنه يسمى قروب رح تقعدون نجموعة من الطلاب مقابل بعض وقعدون يتناقشون بهذا المعنى يعني يقعدون أكو أسئلة مهينة ونازم تحلوها فلازم تتناقشون وتحلوها ممكن هماتين تروحون للمختبر أن تشوفون تجربة لازم تسووها ممكن تروحون للمختبر وممكن تروحون للمستشفى أن تشوفون الأجهزة يعني الأكس راي تشوفوها تكون لها احتمالات بعد المحاضرة ولكن تركيزنا سيكون على دائما أكو دائما دائما أكو هاي أشياء ستعرفوها بالمستقبل ولكن الفكرة أنه أكو محاضرة وأكو ثقافة هي شيء جديد على نظام الجامعات العراقية فهذا الشيء نفسه موجود بالسمستر الثاني فلهذا السبب ركز بالموضوع وعرفوا دققوا بتفاصيل كثيرة دائما خلي بالبالك أنه أنا شن لازم أدرس بأقل جهد وأكثر ناتج لأنه أنت ستمشي على هذا النمط المدكال فزيكس رح يأهلك للسمستر الجاي مو بمعلوماته ولكن بطريقته لأن المعلومات صراحة رح تدرسوه بالسمستر الأول ويمكن لا تستفدوا منها بمقاطعين بس مجرد أخذ أفكار أفكار علمية وبس أنا شخصيا الآن قاعد أشوف أنه كان المدكال فزيكس صراحة ما كان الهداعي أنه تدحط بالسمستر الأول ممكن أوزعها مثلا من أدرس الجهاز التنفسي نفسه أدرس هي الفيزيكس رسپيرتر سيستم يعني أشوف هاي الطريقة أفضل بس أنه بالنهاية هذا النظام جامعا برابط بالدسكريبشن ورح تطلع لكم كاقتراحة هنا وهي أساسا رح تطلع يعني رح تمدي الشاشة هسا كلها فيديوهات فواحدة من ذلي الفيديوهات أو واحدة من ذلي الاختراحات رح تكون هي قائمة تشغيل فيزياء الطبية لهنا شكرا 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 على المتابعة نلتقي إن شاء الله بفيديو آخر